رسالة إلى محمد صلاح الكبير دايما الناس بتتوقع منه فعل كبير الناس كلها شايفاك يا محمد أن أنت فخر العرب وفخر العرب مش لازم أبدا يتخلى عن العرب وهم محتاجينه من داخل معسكر المنتخب في الإمارات قرر محمد صلاح يخرس الألسنة بمليون دولار مساعدات بعدما كل قطع في فروته وأولهم إحنا واتحول محمد صلاح من فخر العرب لمادة دسمة للكوميكس وده غير حملات الأنفل لصفحته اللي خسرت مليون متابع في 48 ساعة واتصل محمد صلاح بوكله راما عباس وقال له أنه لازم أخذ موقف المصريين شايفين من موليد تل أبيب دلوقتي ده حتى لعابة المنتخب أول مرة من أنشروه الصورهم معايا من المعسكر خوفا من رد فعله الجمهور فرد على راما عباس وقال له سيبك من السوشال ميديا وما تنسكش ورق قطيع وسيبك من اللي بيقول بوبة ومحرز وقزيل الناس دي فلتت في الهداوة لكن الوقت العالم شايت واللي هيدعم غزة هيبقى بينتحر عندك بنزمة وكانت ومحرز وحكيمي كله مستخبي لأن الجو قلق وكمل راما كلامه وقال له سيبك كمان من النني ضمبطة القرى من أيام المقاولين وكمان ما تنساشه أنه لبناني فلو عايز تكتب تويتا هاته اكتبها عندي وهيكتبه وكيل صلاح يدعم القضية لو ده هيرضيك وهنا صلاح أنهى المكالمة وكلم أم مكة علشان يستشرها باعتبارها عن تبع السوشال ميديا وقالت له نصا بص يا محمد ما تسمعش كلام رامي ده مش عقد نادي جديد ده كلمة حقه ربنا هيحسبنا عليها لو ما قلناهاش بس لو الدعم ده هيئذيك فعلا فبلاش منه بس ممكن تتبرع بمساعدات لأهلنا هناك وقتها الفكرة كبرت في دماغ محمد صلاح وقفل مع أم مكة وكلم مسئول سياد رفع المستوى وبلغه صلاح بتخصيص مساعدات طبية وعينية بكمة مليون دولار وجار التنصيق مع الأجهزة الأمنية لتدبير طريقة لتوصلها عبر المعبر بسلام ودي المعلومات اللي قدرنا نعرفها من قلب المعسكر والحد دلوقت صلاح خايف يعلن عن التبرع علشان الناس ما تتهموش ان عايز يخرس القلصنة مش أكتر لكن في الأغلب خلال الساعات الجاية هيتم الإعلان عن التبرع من قبل اتحاد الكورة أو مصدر مسئول في الحكومة لإعطاء كل ذي حق حقه وكمان علشان يرفعوا الضغط عن محمد صلاح اللي تبهدل من الناس اليومين اللي فاتوا ربنا يتقبل من محمد صلاح صلاح الأعمال والمساعدات توصل لأهلنا في غزة بألف سلامة